أنا الطالب مالكي شام القباطي أدرس بمدرسة الشعب الصف الثالث الثانوي عني من والد 2004 14-20 عندما كنت صغيرا قبل ما تقوم الحرب كانت لدي أدوات وأجهزة في البيت من التي كان يمتلكها أبي لأن أبي مهندس ولديه ورشة عمل فكنت في وقت فراغي أنظر إلى هذه الأجهزة والأدوات كيف تعمل فأعقبت بها فأردت أن أكون في المستقبل شيئا عظيما يعني أن أخدم الناس وأنفعهم في حياتهم فقامت الحرب وأنا ما زدت صغيرا فعندما كبرت أيقنت أن الحرب ليست عقبة في طريقي فبدأت بعمل جرس كهربائي في الصف التاسع مبسط وعملت على تطويره في الصف الثاني الثانوي مما نال إعجاب المدرسين وزملائي في الفصل فقام الأستاذ مفيد السامي حفظه الله بمتابعة هذا المنقذ مما أدير تشقيعي عملت في هذا الفصل في الصف الثاني الثانوي جهازا بديلا لعمود التحليل الكهربائي الذي نمتوفر في المدرسة وأيضا يعني يساعدنا أنا وزملائي كيف كيف تتم عملي أعمية الأكسد والاختزال في هذا الجهاز فنال هذا الجهاز برضو إعجاب مدير المدرسة وأنا مدرسين وزملائي الطلاب فقمت في نفسي لأعمل جهازا في الصف الثاني الثانوي فقمت بعمل خلية جلفانية خلية دانيال المستخدمة كدراسة كيفية تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية وأيضا أنا أدرس أيضا في مركز التحفيظ فطلب مني مدير الأنشطة هذه الأنشطة التي قمت بها خارق المدرسة فطلب مني عمل سبورة بآقل التكاليف وكبيرة يعني فتوقلت على الله وأنقستها والحمد لله وأيضا أنا في وقت العطلة أعمل مع أبي وأساعده في عمله واستفدت منه أشياء كثيرة ما تخص الهندسة وغيرها وأنا أطمح أن أكمل مسيرتي في عمل هذه الأجهزة التي تنفع الناس وتخدمهم في حياتهم وأتمنى أن تتوقف هذه الحرب وأن يعود الليمان واحدا كما كان وأتمنى أن أسقل موهبة وأدرس في دول متقدمة صناعيا